أهلا بكم إلى أولى نشراتنا الاقتصادية أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عن نظام الترخيص التجارية الجديدة بغية توفير البيئة الخصبة للمستثمرين المحليين والأشانب لتأسيس أعمالهم هدف تسعى له مملكة البحرين لتكون إحدى الدول الرائدة في ريادة الأعمال في المنطقة وقال وزير صناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني في مؤتمر صحفي بغرفة تجارة وصناعة البحرين أن نظام السجلات التجارية الجديد جاء ليمنح المستثمر الراحة والسهولة من خلال الاعتماد على أحدث التطبيق للتصنيف الصناعية الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية وأوضح الزياني أن من أبرز مبادرات المشروع فصل عملية إصدار السجل التجاري عن الترخيص إضافة إلى إعادة تصنيف الأنشطة التجارية أكد رئيس مجلس إدارة تمكين الشيخ محمد بن حيسى الخليفة استمرار تمكين في تزويد المواطنين بالمهارات التي يحتاجونها لتلبية متطلبات سوق العمل في إطار الجهود المبذولة لتنمية الثروة البشرية في المملكة وجعل البحرينيين الخيار الأمثل للتوظيفة وقال الشيخ محمد خلال لقائنا مع وسائل الأعلام المحلية أن تمكين استطاعت أن تخدم مئة ألف مواطن منذ تأسيسها لتشمل برامج تتريب وتنمية الثروة البشرية المختلفة كما تمكن ثمانية ألاف بحريني من الحصول على وظيفة وبين الشيخ محمد أن إنفاق تمكين على برامج دعم الأفراد سجل زيرة مستمر خلال سنوات الماضية ووصل ذروته في العام 2013 حيث بلق الإنفاق أكثر من 19 مليون دينار بالتحديد أهدافنا في 2016 والتركيز على التدريب وتركيز على توظيفة البحرينيين ولكن في نفس الوقت أيضا ننظر إلى الأثر اللي راح يحققها هاي التدريب على المواطن البحريني فقمنا بعدة أمور داخليا من ناحية عادة هيكلة برامجنا وأيضا تطوير لموقعنا أو للبوابة الإلكترونية لتكون بيئة مناسبة لأصحاب الأعمال وأيضا اللي حابين موظفين يتدربون والأفراد اللي حابين يتدربون شكرا